اسمعوا بقى الكلام اللي انا بقول انا بقولش كلام هباء ولا اي كلام لا انا بقول واقع وعلم من الذي تحدث على ان الاعلام يضار بلا قانون قلت انا من الذي طالب بانشاء قوانين من اجل ادارة الاعلام وتنظيم العمل بالاعلام قلت انا او الواحد وانا اللي اتضريه انا اللي طالبت بالاصحاء بالاصلاح ثم انضرت انا هو البعض يتخيل أنه ضرق ولكنه بالنسبة لي فايد أنا استفدت الحايد استفدت استفادة كبيرة جدا أولا عدم وجود قناة الفراعين ده كان أحسن حاجة وأحسن شيء اتعامل إغلاقها رفع عني ما رفعش أنا كنت خلاص فلست وهدى يا زهر الواقف فلست فايد يعني يا دوبك اللي معاه لقد حياتي فكان قرارا مناسبا ولكن إن أردت أن تصحح أو أردت أن تقول الحق أو الحقيقة لابد أن تستوعب ويستوعب الآخر أن هذا هو الحق ويستوعب الحقيقة اللي يستوعب حضرتك ويستوعب الآخر كل من معه لا ألدام أن أعرف على رأيك من المحط ثقائي